في اشخاص اكتر من شخصين عم بيرقبوك عم انت اعلى منهم انت مرتبة اعلى منهم هما نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة او نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين انه يوصلوا لك وكأنك انت حاطت حواجز او شغلة بينك وبينهم انا بحكي لك هدول الشخصين ابدا مش نويين على خير هاي من الاشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع وانت في مرحلة متقدمة وهم لازالوا يحكوا في امور ابعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدتوا وبعجنوا لكن انت ولا على بالك بالفترة الجاي بالفترة الماضية كنت كتير مقرقينك هدول الشخصين او الاشخاص لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وانك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الاشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الاشي غيره من طرف هدول الاشخاص عم بشوف في ايدك شغلة كانت عبارة عن وهم او يعني رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة اليك عم بتفكرها صعبة كتير بالحصول عليها لكن عم بتلاقي نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في العمل في العمل بالفترة الاخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الاخرين كلهم عم بيتطلعوا عليك انه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه لا هذا شخص تاني عم يتغير جلدك في هاي الفترة بالنهاية اللي اخر ورقة طلعت معاي اللي احدث فترة ممكن في العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم في شغلات سابقة انت عملتها في القديم كنت افكر انه خلص انا ما يعني راحت علي وما ما هاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الاشي اللي في بالك عم بشوف في شخص مندفع اتجاهك لكن انت شوي متأني في الموضوع شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع بحكي لك انه استعجل لانه الفرص ما بتيجي دائما مثل هذا الشهر او هاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية اذا اول شي لالعزاب بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين اه والازواج كمان نحاول ان نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين حاسي حالي ما خلقتهم مني حبيبي برج التور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية او بتجهز حالك لا احتفالية معينة عم بيكون هذا الاحتفال من اجلك انت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي اكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي او الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحت اول شي قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه وعم بشوفه يعني عم بحلم فيك وكأنه انت شغلة كتير اعلى منه او احلى منه بحياتك بالمجال اللي انت فيه وكأنه عم بده يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي من الاجواء اللي انت فيها وكأنه فيه اختلاف بينك وبينه فيه اما الطباع او مش عارف فيه اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص اظهر منك هاد الشخص بيميل بشرته للبياض اكتر للشعار اكتر او ممكن عيونه ملونة تكون شايفوا على هيك على حصان وعم وكأنه فرس احلامك فيه شغلات كتير من الشغلات اللي انت بتحلم فيها هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض او قرارين فيه اه بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا اه الموضوع عم يكون صعب عليك انك تتخذ هذا اه القرار لكن فيه شغلات حتبين لك اه اه او تنظر لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار فيه ممكن يكون في الليل يعني هيك باخر الليل خلاص انا بدي ااخد قرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلاص انا اما تعبر عن مشاعرك او تقول له انا بدي ارتبط خلاص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم آآ بيستنوا الاستقرار او بيحلموا فيه وانت من زمان بتدور على الاستقرار بدك تستقر حيسس انه امورك مش عم بتكون آآ مستقرة مية بالمية بالنسبة للازواج عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم آآ تتصافوا اكتر في شوية مشاكل كانت آآ قديما لكن عم بيكون آآ الطرف الثاني وكأنه هيك في ايدك او خاتم في اصبعك مش عارف رح تكون متحكم آآ بالامور ولكن بعواطف اكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على آآ الطرف الآخر وفي النهاية عم بشوفك آآ بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها آآ قديما كنت على ارض مش ثابتة كنت عم بتحس انه خلاص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال او ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو انت آآ لكن في شهر آآ تموز آآ رح تكون الامور تمام آآ التمام ورح تحتفلوا مع بعض او يمكن ترجع للسكريات القديمة آآ الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد انا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في نجاح في العلاقة في نجاح في امور عم بترتبها لحتى بالاخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة آآ وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط آآ الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموط آآ كانت في اسرار كان في اشخاص عم في لأ شخص واحد كان عم يدخل آآ كان بعيد وقرب عم بشوفوا هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يتطلع عليكم عم بي اما براقبكم او حاقد هذا الشخص موجود آآ بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن آآ تكون من برج ناري او برج آآ اللي هو هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات آآ بطيئة آآ شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله اموره يعني تمام تمام ما في عنده اللي هو آآ مشاكل شغلات لا عم بيكون اموره آآ امرتبة المشاكل او التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور او انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن اشخاص او شخص آآ بالاكتر يعني الفترة الماضية كانت في طاقة آآ البعد مسيطرة وها في نزاعات كانت موجودة من قبل في عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس وكأنها علاقة مش ثلاثية بس لا ربعية وخماسية ممكن تكون وهذا افضل من لما تكون ثلاثية ابراج نارية ابراج ترابية الطاقة القديمة عندك كنت ملافف طهرك وخلص مليت ما في امل كنت رافع السلاح يعني او بدك تنتقم بدك اللي هو كان فيه نزاعات كبيرة بناتكم او حرب كان فيه مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها اكتر آآ من طرف بالفترة الجاي عم بيكون صفاء اكتر في الجو آآ غيوم شوي صفاء شوي آآ وكأنه عم بيصير فيه اخت وعطى بينك وبين آآ هذا الشخص عم بحكي للمنفصلين اللي هما الحديثين اما من اشهر او آآ من اسابيع لكن اللي من السنين آآ بتكون الاحتمالات عندهم اخف في الرجوع لشخص آآ قديم الا للمطلقين ممكن يكون فيه اللي هو حكي على اولاد اتفاق معين فيه فلوس بالموضوع آآ عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك يعني عم تكون راضي في النهاية او قنوع مهما كانت النتيجة آآ رح تكون مبسوط آآ آآ آخر اشي بيّن عندي انك الطرف الآخر عم بيكون وصل لقوة معينة انه ياخد خطوة نحو الامان من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الامور بناته وصار فيه استحالة انه ترجعوا لكن فيه حنين وشغف من الطرف الآخر من اول ما تركته ولحديث هلأ عم يستمر آآ الشغف آآ والحنين اذا فيه فرصة للرجوع لبرج آآ التور عم بيشوفك آآ قوي كتير ورح يرجع ب ب ب ب رح يرجع بأمور حلوة او خبرية حلوة بتخليك خلاص بدك تضلك معاه على طول من بعد كل هالصراعات ولهذا كله بترموه ورضاهكم واكنه فيه آآ كمان قبل قبل الرجوع فيه عم توصلك مسج منه او آآ عم بيكون فيه آآ تواصل يعني اللي هو رجوع شوي شوي مش اللي الرجوع المفاجئ انه خلاص احنا رجعنا كذا آآ آآ لا بشوفك عم وكأنه او الطرف الثاني آآ عم بيكون حذر كتير بالخطوات آآ آآ راجع لكن راجع ببطء ممكن اول شي تكون بداية العلاقة اللي هي آآ 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 كيفك آآ كذا آآ آآ بعد آآ أسبوع أو بقى بتتطور شوي وهذا عبارة عن تخطيط منك او من الطرف آآ الثاني انه تبلشوا آآ آآ مرحلة آآ جديدة صافية وتحاولوا انه آآ آآ تحلوا المشاكل اللي بناتكم اللي سببت آآ آآ هذا آآ آآ البعد هذا اكتر اشي نبين بالنسبة للمنفصلين خلينا نشوف إسا في نصيحة آآ آآ من الكون أو من الطاقة آآ الكونية لالكم لبرج إذن التور لبرج التور إذن شو النصيحة بالفترة آآ آآ الجاي اللي هي شهر يوليوم بحكي لك حارب حارب كرمال الشغل اللي بتحبها ما تضلك قاعد وإعمل مبادرات أنا بحكي على جميع الأصعدة هاي نصيحة على صعيد الشغل والدراسة والعاطفة بقولك ما تضلك قاعد لأنك عم بتضيع فرص آآ كون بالفترة آآ الجاي متخذ أو صانع قرار آآ ما تضلك بآآ طاقة اللي هي الحيرة لا خد امشي آآ الحظ معاك هاي الفترة فانطلق بالمشاريع أو بالمشروع اللي انت يعني حابه آآ رح تنتهي بنجاح ولصالحك فمن بعد ركود عم ببشرك الورق بأنه في كتير نجاحات عالطريق لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات ما رح تجيك هيك من الباب للطاقة آآ نشوف إذا فيه كمان يعني هيك ورق إضافية عم بشوف آآ بحكي لك إنه رح تكون سعيد في النهاية فما تغلب حالك كتير بالطاقة السلبية والتفكير والتشاؤم آآ الفرح جاي بحكي لك ودع ودع المشاكل وكذا أنت بتصنع السعادة في إيدك بالفترة الجاي وهي جاي هي جاي إذن ورق كتير يعني حلو خلينا نحكي بنسبة 80% لبرج التور حبيبي إذن ورق حلو وقود لك لألكم كلكم حبيبي إن شاء الله تكون يعني القراءة وصلت لأكبر عدد منكم ترجمة نانسي قنقر